ننتقل إلى موضوعنا التالي في حلقات اليوم حيث أعلنت شركة أبل عن موعد مؤتمرها القادم سيكون في منتصف سبتمبر الحالي أغلب التوقعات تشير إلى عزم أبل إطلاق ساعة أبل الجديدة وإصدار جديد من أجهزة الآيباد وبجانب الإعلان عن موعد إطلاق الأنظمة الجديدة لأجهزة آي او اس وماك أيضا للمزيد ينضم إلينا من رياض عبدالله السبع خبير التقنية صباح الخير عبدالله هل فعلا سوف يتم إطلاق آيفون 12 وما هي أبرز مميزات هذا الهاتف وشي السلام عليكم صباح الخير السلام مساعد صباح المؤتمر هو هذا دائما في شهر سبتمبر قبل تعلن فيه عن الجهاز الجديد من أجهزة الآيفون لكن خلال اليومين الماضية كانت فيه إشاعات كثيرة تتكلم أنه أبل احتمال كبير ما تطلق الآيفون الجديد في هذا المؤتمر يعني من المتوقع أنه أبل تعلن عن الساعة الجديدة ممكن تتكلم عن الآيباد الجديد لماذا؟ بسبب واحد أنه قبل عدة أشهر في الإعلان عن نتائج المالية تكلمت الشركة أنه احتمال كبير يتأجل إطلاق الآيفون عن موعده المعتاد بسبب مشاكل في التصنيع وغيرها من المشاكل صحيح زيما أنتم معرفين نحن نمر في فترة وأزمة عالمية في الكورونا فهذا سيأثر بشكل جدا كبير على إنتاج بشكل كامل وهذا المتوقع بشكل كبير أنه احتمال أنه أبل ما تطلق الآيفون في هذا المؤتمر لكن في نفس الوقت في بعض المصادر تتكلم أنه لا سيكون في إطلاق الآيفون السيناريو المتوقع أن أبل ممكن تتكلم عن ثلاثة أجهزة وأربعة أجهزة التي هي الساعة والأيباد وأيضا ممكن تتكلم عن الأنظمة الجديدة بجانب الإعلان عن الإصدار الجديد من الأبل تي بي لكن أجهزة الآيفون قد يكون لها مؤتمر خاص نهاية السنة ولكن ممكن الشركة نتعلم عن الآيفون الجديد خلال هذا المؤتمر لا يوجد مصادر صراحة كثيرة تتكلم عن هذا الموضوع لكن إذا جئنا نتكلم عن الساعة الجديدة من المتوقع أن أبل تعلن عن تصميم جديد للساعة خاصة أن التصميم الحالي للساعة صار لتقريبا خمس سنوات ما غيرت التصميم بالنسبة لأجهزة الأيباد من المتوقع أن الأيباد الجديد أو الأيباد أير الجديد ممكن يكون داعم للكيبورد الخاص بأبل زي ما أنتم معرفين قبل عدة أشهر قبل أعلنت عن الماجيك كيبورد الخاص بأجهزة الأيباد برو اللي لو استخدمتها مع الأيباد رح يعطيك فعالية أكبر رح يعطيك إمكانية استخدام الأيباد بأماكن أكثر في العمل وأيضا رح يفيدك في التعليم وغيرها فمتوقع أن الأيباد هذا رح يكون متوافق بشكل كبير مع الكيبورد الخاص بأبل طيب خليني أسألك عبدالله عن الآيفون يعني أكيد كان فيه كلام فيه توقعات عن بعض الأوبشنز التي سيكون جديدة الإضافات لهذه السنة ماذا سيكون داعم لتقنية الـ FG هل هذا صحيح؟ من المتوقع أن الآيفون الجديد يكون داعم لتقنية الـ 5G وبنفس الوقت قد يكون فيه مميزات إضافية وطول البطارية رح تكون أفضل بكثير فيه كلام كثير عن المميزات حقها طبعاً زي ما أنتم عارفين أنه الشكل رح يتغير تقريباً نفس الشكل الذي ظاهر أمامنا في الشاشة الألوان؟ فيه شغلات كثيرة الألوان في الغالب أن اللون الأزرق رح يكون حاضر هذه السنة بديل عن اللون الأخضر لكن ما فيه مصادر كثيرة تتكلم عن هذا الموضوع طبعاً هي كلها إشاعات لكنها تقريباً الإشاعات التي تصدر من بعض المصادر تكون تقريباً مصادر موثوقة وبالغالب تصدق تقريباً 80% من الإشاعات خلال السنوات الماضية كانت تصيب و20% من الإشاعات كانت ما تصيب لذلك سنتكلم عن تصميم جديد نتكلم عن دعم للـ 5G وأيضاً ما رح يكونون ثلاث أجهزة رح يكونون بإذن الله أربعة أجهزة هل سوف يتم إصدار الأير باور الشاحن السلكي خصوصاً أنه تم تأجيل إصداره في المؤتمر السابق والله للأسف هذا المنتج تقريباً مؤجل أو ألغي بشكل كامل صراحة كان فيه تعويل عليه بشكل كبير أنه يطلق ويكون موجود خاصة أنه يشحن ثلاث أجهزة بنفس الوقت لكن هذا الجهاز واجهت مشاكل كبير في التصنيع من المتوقع أنه قبل تعلن عنه مرة ثانية لكن أنا كعبدالله السبع ما أتوقع أن الجهاز رح يتم إحياءه مرة ثانية أو رح يتم إطلاقه مرة ثانية الأبل تيفي الجديد من المتوقع أنه يكون داعم للألعاب بشكل أكبر يعني أبل رح تدعم منصات الألعاب رح يكون فيهم ميزات كثيرة رح يكون مختلف عن الوضع الحالي خاصة لدخول أبل للمجال الإنتاج السينمائي بشكل جداً كبير خلي الشباب ينبسوا يا عبدالله بخصوص أنظمة الـ IOS ونظام معك الجديد هل من المتوقع أن يكون لها نصيب في هذا المؤتمر أيضاً؟ هو المؤتمر الماضي كان خاص للأنظمة وأعنوا فيه عن جميع التفاصيل لكن من المتوقع أن يكون فيه إعلان عن مواعيد إطلاق الأنظمة وأيضاً إعلان عن بعض المميزات التي لم تركزوا عليها في المؤتمر الماضي فمن المتوقع بشكل كبير يكون في حضور للأنظمة والإعلان عن إطلاق هذه الأنظمة في المؤتمر خاصة نظام الماك الجديد الذي سيحمل واجهة كاملة جديدة ويحمل مميزات جديدة نظام الـ IOS 14 أيضاً من المتوقع أن يكون لها حضور في المؤتمر خاصة أنه سيتكلمون عن متى موعد إطلاق هذا النظام هل الآيباد الجديد سوف يدعم كيبورد أبل وأبرز مميزاته؟ والله نحن من المتوقع أن يكون داعم لكيبورد أبل زي ما ذكرت في البداية وأيضاً من المتوقع أن يكون في تصميم جديد لكن المعروف أن الآيباد اللي تعلن عنه أبل في نهاية السنة يكون أرخص بكثير سعره من الآيباد اللي تعلن عنه أبل في بداية السنة اللي هو الآيباد أبرو لذلك فيه كلام أن يكون الآيباد اللي رح يعلن عنه خلال هذا المؤتمر رح يكون رخيص الثمن تقريباً وأيضاً داعم لكيبورد أبل بجانب مميزات إضافية للمستخدمين وتعديلات بسيطة وتحسينات كبيرة في الإصدار الجديد من العباد لكن للأسف ما في تفاصيل كثيرة وممكن أن أبل تفاجئنا وتعلن عن الآيفون هذا شيء جداً متوقع لكنهم على الترقب يعني زي ما تعودنا في هذا الشهر يكون هناك التفاصيل عن المنتجات الجديدة موعد إطلاق أجهزة الماك هل ستكون من خلال المؤتمر أم لا؟ والله في كثير أنه ممكن يتكلمون عن إطلاق أجهزة الماك الجديدة التي تجي بمعالج من أبل لكن ما في تفاصيل كثيرة عن هذا الموضوع بسبب أنه في المؤتمر الماضي قالوا أنه في نهاية السنة لكنه لو ما تم الإعلان عن الآيفون الجديد في هذا المؤتمر من متوقع أن أجهزة الماك الجديدة وأجهزة الآيفون تكون في مؤتمر لاحق في شهر عشر أو شهر أهدى عشر بإذن الله ونحن في الانتظار شكرا جزيلا لك عبدالله السبع خبيرة تقنية من الرياض شكرا جزيلا لك على وجودك معنا إياك الله شكرا جزيلا